كهذه الأسلاك المتشابكة تتعقد الأزمات التي تطوق الموصل حيث يعاني سكان المدينة من انقطاع غير مسبوق في خدمة الكهرباء وسط أزمة وقود حادة وارتفاع في أسعاره بشكل كبير في فصل الشتاء وهو الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة صراحة مشكلة الكهرباء بالعراق مشكلة أصبحت مستديمة ومتجددة الحلول دائما تكون ترقيعية مثلا حاليا المواطن يعاني من كثرة ساعات القطع الكهرباء الخط الوطني يقابل بالجهة الثانية زيادة عدد ساعات تشغيل المولدات الأهلية مع عدم توفر القاز وايل لأصحاب المولدات وارتفاع سعر الأمبير سيتفع ثمن المواطن وما يغذي مشاعر الغضب لدى سكان الموصل هو قرار وزارة الكهرباء خفض حصة محافظة نينوى من الطاقة الكهربائية بسبب ما قالت إنها مشكلات فنية قرار يزيد من حدة الأصوات المنتقدة للتعاهدات الحكومية التي يصفها كثيرون بالكاذبة بشأن مشروع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة على أساس أنه دي يعني يعملون خطوط كهرباء على أساس من الأردن ومأردن يعني سموه الربط بينه وبين الأردن وبين تركيا وبين أنه مستمر أزمة انقطاع الكهرباء في الموصل والإعدام بالخدمات الأساسية لا تعكس سوى جزء بسيط من الأزمات التي تحاصل العراقيين والناجمة بشكل مباشر عن الفساد الحكومي المتغلغل في مفاصل الدولة فأكثر من ثمانين مليار دولار وفق الإحصاءات الرسمية أنفقت على ملف الكهرباء منذ عام 2003 ولكن دون أثر ملموس على أرض الواقع في بلد وضعته الأحزاب الحاكمة تحت رحمة الغاز الإيراني المستورد ليبقى المواطن العراقي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة